مولينة من بيروت مراسلة الغد إلى خليل أهلا بك ليلى ما المعلومات المتوفرة حتى الآن حول هذا اللقاء نحن ننتظر أن نعرف ما الذي حمله بالتحديد الرئيس المكلف خلال لقائه أو إلى رئيس الجمهورية الذي التقاه منذ حوالي ساعة هذا اللقاء كان يفترض أن يحصل صباحا ولكن بطلب من الرئيس المكلف أرجعه إلى مبعض الظهر وكان علما أن الرئيس المكلف التقى الخليلين أي الممثلين عن الثنائي الشيعي الذين أعطاه لائحة بعشرة أسماء وقيل أن هذه اللائحة هي ليست فقط لتحديد من سيتولى حقيبة المال أو أن يختار الرئيس المكلف اسم واحد لحقيبة المال إنما على ما يبدو هناك طلب من الثنائي الشيعي لكي يختار من خلال هذه اللائحة التي فيها عشرة أسماء كل أسماء الوزراء الشيع وبالتالي قد يكون أولا بداية الرئيس المكلف حمل معه هذا الأمر وهذا الطرح إلى رئيس الجمهورية لكي يتباحث معه ما رأيه في هذا الموضوع وأيضا نحن ننتظر لنرى ما إذا كان حمل معه صيغة أولية لربما لأ التشكيل الحكومية التي قيل بداية أنها قد تكون من 18 إلى 20 وزير علما أن الرئيس المكلف كان يفضل أن تكون من 14 وزيرا أيضا الرئيس المكلف قال بأنه سيلتقي يوم الغد صباح الغد الرئيس ميشيل عون وهناك معلومات تقول بأنه سيلتقي مساء الخليلين ليطلعهما على رأيه أو رده على هذه اللائحة علما أنه لم يتسلم هذه اللائحة عندما قام بمحاولة تسليمه له شكرا جزيلا لك من بيروت مرسلة الغد لخليل سنكون طبعا في المتابعة شكرا